كان النظام الإيراني ينوي انتقاما لمقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني أن يغتال سيدة لانا ماركس سفيرة الولايات المتحدة في أفريقيا الجنوبية رغم أن هذه العملية لم تنفذ ولكنها أثارت مجددا ملف اغتيالات الحرس الثوري في خارج إيران اغتيال المعارضين المدنيين في خارج الحدود الإيرانية هي الطريقة المعهودة في العقود الأربع الماضية حتى نشرت الخارجية الأمريكية تقريرا عن 360 عملية اغتيال نفذها النظام الإيراني في 40 دولة عالمية أي بمتوسط 9 عمليات اغتيال في العالم وغالبية الاغتيالات شملت المواطنين السنة الإيرانيين فضلا عن الاغتيالات التي تنفذها جهة ثالثة أو تنظيمات بالوكالة كحزب الله اللبناني مشاريع الاغتيالات أو التفجيرات في خارج البلاد أظهرت أن النظام الحاكم على إيران نموذج لإرهاب دولي حيث يقضي على مواطنيه المعارضين في سائر البلدان فبرأيكم ما السبيل للخلاص من الإرهاب الدولي لولاية الفقيه الذي جعل العالم مكانا غير آمن في الأربعين عاما الماضية ترجمة نانسي قنقر